العقوبات اللي خرجت من ربطة الاندية المحترفة طيب قد العقوبات اللي تم اعلانها بلاياحة المساقات لا احنا مبدئيا عندنا حاجة كده جماعة اللخصة الاهلي غرامة بتاعة القيمة 20 ألف والمصري زيه 20 ألف وتبادل السباب للفريقين 20 ألف وبار المحمدي خلونا بقى نروح للزمالك اقاف عقوبات بيرامدز الأول اقاف فليب بيريز مدرب فريق بيرامدز المدة 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه وترضوا بسبب توجيه السباب للمنافس وذلك لترضوا بسبب توجيه يبقى اذا كده في تقرير حكم المباراة يبقى هنا احنا بنتكلم في 4 مباراة عقوبة الزمالك اقاف علاء الدين محمد رجب مدرب الأحمال 4 مباراة وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمة 20 ألف وبرضو ترضوا بسبب سب المنافس يبقى تقرير اقاف كابتن متحة عبهادي توقيع غرامة مالية قيمة 20 ألف وذلك بسبب السلوك الغير رياضي توقيع غرامة مالية للسباب الجماعي وإقاف محمود علاء هنا بقى تعالى اقولك مكمن الخطورة فين وتعالى اقولك اللي بيقلقني كابتن محمد بركات لما طلع وقال شيكابالا راح يحوش ده عند عامل حسين وعند لجنة المسابقات راح في قاعدة طبايت ولا لا اقاف ان شيكابالا ما تعقبش ما هو ده اللي يخوفني يا جماعة ما هو لو عضو اتحاد الكورة اللي موجود في الاعلام بيقول كلام ولقيت انا عقوبة شيكابالا طالع اي اول عقوبة لانه راجل تكرر منه نفس الفعل وتكرر منه فكرة ان هو طرف المشدات حول عادي كابتن بركات ده من عكس وهو الراجل لما قال لازم عقوبات شيكابالا كان اول واحد بيتعقب ويمكن ما خدش باله انما الراجل قال شيكابالا راح يحوش شفنا فعلا ان عامل حسين ترجمة ان هو راح يحوش وأنا بعيدا عن اشخاص يعني لجنة المسابقات ربطة الانديا ربطة الانديا بالتالي ما هو ما هنا وهنا وهنا وفي اتحاد الكورة لا بس انا لازم أقف عن ربطة الانديا لان انا يهمنيه دايما عن تصرحات النائب احمد دياب موسيقى وتم استدراك الأمر بعد كده بمداخلة قال لا أنا أقصد كل الأندية الشعبية والجميع الشعبية الأمر المتعلق مش بالقال فقط يا فرس فكان له رد فعل ولو مداخلة ولو بيان أنا ما شفتش بيان لربطة الأندية بعد اللي حصل في أحداث مورات الزمالي قدرمت وهنا لازم يكون كلامي مع ربطة الأندية واضح ومباشر لأسباب متعلقة أنه لما حصل من جماهير النادي الأهلي بعض الهتفات الخارجة عن النص وإحنا بنرفض أي حاجة خارجة عن النص طلع أنه إبا أحمد دياب عمل بيان وتحدث وفنط وقال من الجولة السبعة وعشرين على أي جماهيرة تبدأ تخرج بسباب أيتم منع هذه الجماهيرة لنهاية الموسيقى فحظوا أن الجولة السبعة وعشرين كانت مباراة الزمالي والإسماعيل وكل السباب الجماعي المتبادل كان ممتلئ بالتواصل الاجتماعي ما فيش عقوبات ما فيش حاجة حصلت فأنا لازم أحط ربط الأندية في المسئولية بشكل واضح طبعا أن القصة لابد لها من وقفة عشان أبأ أقول لما أبأ أقول شاء من شاء وأبأ من أبأ يبقى أنا شابك خصوصا أن المشهد في أول جولة كان بيسيء للجميع وشكل المسابقة ولكن أرجع أقول النقطة التانية لأن يا جماعة ازدواجية المعايير حتدمر الكرة المصرية والله العظيم لقوا بالغ أعودوا بقى ارشقوا الناس بتهم التعصب وبالتهم اللي هي كلها مرسلة ويسيبكوا من الحاجة الرئيسية ازدواجية المعايير والله بقولها تاني لا تدمر الكرة المصرية لأن تعالى اربط بقى خلاص خلصنا من شكبالا راح يحوش ولجنة المسابقات ما خرجتش عقوبة في النقطة دي تعالى بقى للنقطة التانية الأستاذ ياب الكومي اللي قال لك الزمالك ما بيضعش وقت طب دي نربطها بيا فارس نربطها بأن رمي الكرات اللي كان في الملعب ما خرجش عليه عقوبة يا جماعة كده وجهات نظر والله العظيم كده ملوايح كده وجهات نظر لما خرج فكرة ان شكبالا بيحوش والزمالك ما بيضعش وقت تترجم دي في عقوبة لجنة المسابقات اللي علاقيتها الرابطة بأن لا في عقوبة على شكبالا ولا في عقوبة رمي الكرات وإضاعة الوقت يبقى كده غلط يبقى كده احنا بنقول وجهات نظر ويا جماعة وارجع واقول ما يحدث من ازدواجية للمرة الرابعة حيدمر العدالة في الكرة المصرية إن احنا نيجي نشوف حسين الشحات بس ما نشوفش بقير المحمدي مع محمد هاني ليه عشان الإسماعيلي يا جماعة بيقبط فما يستحملش إن بقير المحمدي يتوقف إنما النادي الآلي نعاقب الشحات ونفكر في تغليز عقوبة لأن ده حسين الشحات نيجي نشوف الناس بتخرج تتكلم على تأويل كهرباء واللفز وكل الناس وكل الإعلاميين بس نيجي هنا في وقع بتحصل لشوفنا شكبالة وشكبالة بيحوش ما يحدث من ازدواجية معي وما يحدث في وقعة زي دونجة اللي لجنة المسابقات تنازلت عن صلاحياتها في النهاية تتدخل في الواقعة اللي شايفينها وثابت لجنة الانضباط تخرج بتصرحات لمواقع عن طريق عضاء للجنة الانضباط بالقاس بالقاس والعقوبة ما تخرجش لحد دلوقتي ودونجة يسام في المباراة ونشارك فالقصة كده يا جماعة مع احترامي قعد ارشق الناس بتهم التعصب والناس اللي بتدفع عن حق الاهل دي هي المشكلة والله العظيم انت المشكلة لان احنا بنتكلم بمنطق وبوقائع وما فيش حد بيجرؤ يطلع يرد عارفين ليه؟ لان انت ما عندكش منطق ما عندكش حج واخرك تقول ان الناس دي هي اللي بتصير تعصب عشان بتنور على الحقيقة وانا بقول لجنة المسابقات يا اسام لو مش هتخرج وتغير من عقليتها وتغير من ثقافتها ما انا لبقى لا بتكلم عن جدول المسابقة انا بتكلم في حاجة اهم ان انت زي ما بنشوف الدوريات وزي ما بنشوف الدور السعودي الواقع كذا لايحة كذا النص كذا القعدة كذا لو فضلنا ازدواجية المعايير ونشوف دونجة ونشوف كهراء ما نشوفش دونجة نشوف الشحات ما نشوفش باهر ما نشوفش اللي حصل مبارح من شيكبالا انا بقول يا اسامة والله العظيم ده حيدمر العدلة في الكرة المصرية ومحدش هكتنع بأي عقوب ومحدش بياخد قرارات فيما هو متعلق بمباراته مع الزمالك بنأكد لان الحقيقة لو دونجة اللعب الموقوف اربع مكشوات ده يمكن الخطاب وصل يوم الوقفة وتقريبا عيده ونسي الخطاب فالخطاب ته مع الخطابات اللي بتتوف زي خطاب كده لتنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا لبس نفس طريقة الاخفة وما زلنا بنبحث عن عصفور ومع فارس كل ما يقول وارجع واقول افتكر على طول يعني العظيم وانتظر عودة الابن الضال بقى انتظر عودة الخطاب الضال ده وانتظر خطاب ايقاف دونجة اربع مبارات وتخيلوا يا جماعة لو دونجة ده لقى في الناد الاهلي والاهل بيواجه بيرامدز ودونجة ده سجل في بيرامدز انت متخيال الامر كان يوصل لفين ده احنا نخاطب الفيفا ده احنا نروح لحتة بعيدة قوي عن فكرة لعب موقوف بيسجل والحقيقة من زواهر الدوري بالنسبالي ان لعب موقوف يسجل في حتة مهمة في الحتة اللي انت بتتكلم في العقوبة بتاعة الدونجة يعني بالاسم هو خرج هاني حتحوت وكتير جدا من الاهلميين قالوا اللي عمل مشكلة الكهرباء هي تأخر صدور العقوبة ان انت لو خرجت العقوبة وقتها كدت القصة كده يا جماعة ده عقوبة دونجة ما خرجتش يعني ما معلنتش بعد ما كده مش مثلا بعد شهر بلا شهرين بعد كذا ده ما فيش ما بنقولك الخطاب في النفس ايه الازدواجية دي يا جماعة وتاني المشهد ده والله العظيم هو اللي حيخلي وفتكره كلامي عشان حنرجع نعيده هنا ما فيش جمهور نادي حيقتنع بعقوب ليه ازدواجية 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 اي حد حتيجي تعقبني هقولكش معنى فلان